فتح باب الفرص لشريحة كبيرة من الشباب كما أيضاً الارتقاء في الحوار والارتقاء في الروح الوطنية وتعزيز المواطنة والعمل على وضع خطة للاستمرار في التنمية وذلك إيماناً مني بعد انتهاء جميع المشاكل العالقة يمكننا وضع خطة رائعة والتقدم بصورة لافتة وسريعة في تطوير البلد وطبعاً هذا باختصار طبعاً أنا أختصر في جملة الأمن الاجتماعي الذي يخدم الشريحة كبيرة من المجتمع منها المرأة ومنها الرجل ومنها الأبناء